غامبيا ووجه جديد من أوجه القطيعة مع الرئيس السابق يحيى جامي الذي حكم البلاد على مدى 23 عاما يتمثل ذلك هذه المرة في إصدار البنك المركزي ببانجول أوراقا مالية جديدة لا وجود لصورة جامي عليها بعد أن أدمن الغامبيون صوره على عملتهم طيلة العقدين الماضيين وكما لم يعد لجاميه متسع في قلوب الغامبيين لم يعد له كذلك متسع في جيوبهم فقد شرعوا في تداول فئات خمسين ومائة ومائتي دالاس رسمت عليها معالم ذات رمزية لديهم واختفت صورة الرئيس لا حاجة لغامبيا إلى عملة تشبه البطاقة البريدية أو ترمز شخصا معينا يقول ناشطون حقوقيون بغامبيا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية فالحاجة أمس إلى عملة تبرز تاريخ البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والغامبيون بحاجة أكثر إلى اقتصاد قوي ينهض بواقعهم ويخرج أزيد من نصفهم من دائرة العيش تحت خط الفقر إلى وضع أحسن يكونون فيه قادرين على العيش بكرامة وتعيش غامبيا أزمة اقتصادية بدأت ملامحها تتكشف حينما أعلن الرئيس الجديد للبلاد أدم بارو لدى تسلمه السلطة أن خزائن بانجو الفارغة وأن السلفه أخذ معه إلى منفاه بغيني الاستوائية ما قيمته خمسون مليون دولار وقد عرضت السلطات الغامبية الجديدة ممتلكات جاميل البيع من أجل المساهمة في التخفيف من وضعة المديونية التي بلغت أوجها خلال فترة حكمه وتضم الممتلكات المعروضة للبيع عددا من الطائرات والسيارات الفاخرة كما أعلنت السلطات عن وضع يدها على عدد من حسابات جاميل البنكية وطالبت سلطات بانجو لنظيراتها بعدد من الدول الأخرى خصوصا الغربية منها والتي توجد فيها حسابات مصرفية وممتلكات للرئيس السابق بمساعدتها في استرجاع ما وصفتها أموال الشعب الغنبي المسروقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر